خلال عملية الشهيق الأكسجين بيدخل الرئتين عن طريق الأنف والفم وعلى العكس خلال عملية الزفير ساني أكسيد الكربون وأي فضلات تانية بتخرج من نفس طريق دخول الأكسجين عملية تبادل الغازات دي اللي بتحصل داخل الرئاة اسمها التعوية الرئوية أو بالمونري فنتليشن داخل الرئاة الأكسجين بينتقل من الجيوب أو الحوصلات الهوائية الصغيرة واللي اسمها ألف يولاي إلى الشعيرات الدموية اللي بتكون محاطة بيها وفي نفس الوقت ساني أكسيد الكربون بينتقل من الشعيرات الدموية إلى الحوصلات الهوائية للرئاة علشان يخرج بعد كده لخارج الجسم أثناء عملية الزفير عملية تبادل الغازات دي ما بين الرئتين والدم اسمها Extender Respiration يعني التنفس الخارجي وفي عملية تانية اسمها التنفس الداخلي ودي بتحصل عن طريق تبادل الغازات ما بين الدم وخلايا الجسم الهواء اللي بيدخل عن طريق الأنف بيتم فلترته وترطيبه وتدفعته عن طريق حاجة اسمها ميكوزا ودعبار عن جشاء مخاطي بيبطن الأنف والشعيرات اللي موجودة في الأنف بتنقي الهواء من الأتربة والغبار وأي شوائب ده غير أن الأنف مليان بالشعيرات الدموية الكتيرة اللي بتدف الهواء قبل دخوله إلى الرئتين مع دخول الهواء والأكل إلى البنعوم واللي بيكون موجود خلف الفم بيكون فيه جزء غضروفي اسمه إبوغلوتس يعني لسان المزمار لسان المزمار دوره هو أنه بيوجه الطعام والسوائل بعيدا عن القصبة الهوائية ويدخلهم إلى الرئتين وبالتالي بيمنع دخولهم إلى الرئتين لسان المزمار بيكون متصل بعض ما اسمع حيوية دون الجزء العلوي من لسان المزمار بيتحرك بشكل حر علشان يقدر يطلع لفوق وينزل لتحت مع كل بلعة بتحصل ولو حصل ودخل أي جسم إلى داخل مجرى الهواء اللي هو القصبة الهوائية جسم الإنسان بيستجيب ويكوح بشكل قوي جدا علشان يرجع ويطرد أي جسم دخل إلى مجرى الهواء بشكل خاطئ عملية الفونيشن اللي هي إنتاج الصوت بتحصل عن طريق الأحبال الصوتية اللي بتكون موجودة داخل الحنجرة أثناء عملية الزفير الهواء بيخرج من علاقتين إلى الحنجرة واللي اسمعها لارينكس بيكون فيها عضلات بتشد وتضغط الأحبال الصوتية اللي اسمها فوكال كوردز الهواء بيمر خلال الأحبال الصوتية وأثناء مروره بتهتز الأحبال الصوتية فبتسبب الصوت اللي بنسمعه الضغط القوي على الأحبال الصوتية بيصنع اهتزازات سريعة وده بيسبب النغم العالي للصوت والضغط الضعيف للأحبال الصوتية بيصنع اهتزازات بطيئة وده بيسبب النغم الوطية للصوت انتاج الصوت برضو بيتأثر بعوامل تانية زي مثلا الأحبال الصوتية الطويلة بتسبب صوت عالي وعلى العكس الأحبال الصوتية لو سيارة بتسبب صوت واطي ده غير برضو التركيب الموجودة في تجويف الفم والأنف بتأثر على انتاج الصوت من الأحبال الصوتية القصبة الهوائية أو متسمة تركيا هي عبارة عن أنبوبة مارنة بتمتد من الحنجرة إلى داخل الراتين وبتحتوي على حوالي من 15 إلى 20 حلقة غضروفية على شكل حرف سي بتمنع انسداتها أو تمددها الزائد عن حده شكل حلقات الغضروف بيسمح للقصبة الهوائية إنها تتأقلم مع المريء أثناء مرور كتلة كبيرة من الطعام خلال المريء القصبة الهوائية بتحتوي على عضلات ملساء لما بتنقبط بتسبب ديك كتر القصبة الهوائية وده بيسمح بخروج الهواء من الراتين بالقوة أدبر وأسرع أثناء الكحة بتنقسم القصبة الهوائية إلى شعبتين علشان كل شعبة تدخل إلى كل رئة وبعد كده كل شعبة الهوائية بتنقسم إلى شعبات أصغر وأصغر داخل الرئة والشعبات الهوائية بتحتوي على العضلات بيحصل لها استرخاء أثناء التمرين أو بازل مبود عنيف وبالتالي بتوسع من قطر الشعبات الهوائية فبتسمح بزيادة التهوية وتزود من كفاية عملية تبادل الغازات في الرئة على عكس الإلتهابات اللي بتسبب ديك الممرات التنفسية في الرئة داخل الحويصلات الهوائية بيحصل تبادل لغاز الأكسوجين بغاز ساني أكسيد الكربون الأكسوجين اللي بيتم استنشاقه بينتشر من الحويصلات الهوائية إلى الشعيرات الدموية الرئوية وساني أكسيد الكربون بيتجمع وينتشر من الشعيرات الدموية إلى الحويصلات الهوائية ويقرج من رئتين أثناء عملية الزفير الدم بعد كده بيوصل الأكسوجين لخلايا الجسم وياخد منها ساني أكسيد الكربون خلال عملية اسمها internal respiration اللي هي التنفس الداخلي في الرئتين قرات الدم الحمراء بتمتص الأكسوجين وتنقلوا على بروتين خاص بيها اسمه الهيموغلوبين وفي الحالة دي كده الدم ده اسمه دم مؤكسش يعني اكسوجينيتة بلد بينتقل بعد كده الدم المؤكسش إلى الشعرات الدموية داخل أنسجة الجسم عندها قرات الدم الحمراء بتطلق الأكسوجين خلال جدران الأنسجة وتاخد مكانه ساني أكسيد الكربون وكمان فضلات الخلايا بتنتشر إلى بلازمة دم وفي الحالة دي الدم اسمه دم غير مؤكسش يعني دي أكسوجينيتة بلد اللي بينتقل بعد كده للرئتين علشان يحصل له تاني عملية تبادل الغازات مع الحواي الصلاة الهوائية الموجودة في الرئتين الجهاز التنفسي بيتكون من مجموعة أعضاء كل عدو منهم لوظيفة معينة بيقوم بيها أعضاء الجهاز التنفسي بتشمل كل من الأنف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية اللي بتتفرع بعد كده إلى شعب الهوائية والشعب الهوائية بتتفرع بعد كده لأفرع أصغر منها اسمها شعيبات الهوائية بتنتهي بحاجة اسمها الحويصولات الهوائية وأشر حاجة في الجهاز التنفسي هي الرئتين واللي بتحتوي على الشعب الهوائية والشعيبات الهوائية والحويصولات الهوائية والشعيرات الدموية اللي يحيط بيها أول حاجة هو الأنف الأنف هو الممر اللي بيدخل منه الهواء إلى داخل الجسم وبالرغم من أن الفم برضو بيدخل منه الهواء إلا أن الأنف هو الممر الأساسي واللي يفضل صحيا دخول الهواء منه وده لتلات أسباب أول سبب هو أن الأنف ممر دافئ بسبب وجود شعيرات دموية كتيرة بتبطن الأنف من الداخل والسبب ده برضو بيخلي الأنف عرضة للنزيف بسرعة وبشكل متكرر والسبب الثاني هو أن الأنف ممر رطب لأنه بيفرز مخاط والسبب الثالث وهو وجود الشعر اللي في الأنف مع المخاط بيعملوا كده زي مصفة أو شبكة علشان ينقوا الهواء اللي داخل إلى الرئتين من الشوائب والأتربة الهواء بعد ما يمر من الأنف بيدخل إلى البلعوم واللي بيكون موجود خلف وأسفل الفم والبلعوم هو ممر مشترك ما بين الفم والأنف لأن بيمر منه الهواء في حالة التنفس إلى داخل القصبة الهوائية وبرضه بيمر منه الطعام في حالة الهضم إلى داخل المرية وبالتالي البلعوم هو ممر مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بعد كده الهواء بيمر من البلعوم إلى الحنجرة والحنجرة هي صندوق الصوت لأنها بتحتوي على الأحبال الصوتية والصوت بيخرج نتيجة اهتزاز أو حركة الأحبال الصوتية الموجودة في الحنجرة والحنجرة بتكون موجودة في الجزء الأمامي من الرعبة بعد كده بينتقل الهواء إلى القصبة الهوائية والقصبة الهوائية هي عبارة عن أنبوبة فيها حلقات من الغضروف حلقات الغضروف دي دورها أنها بتخلي القصبة الهوائية دايما مفتوحة علشان ما تقفلش في أي وقت وأي حالة سواء كان نايم أو صاحي دايما مفتوحة لأنها لو تقفلت هتمنع مرور الهواء إلى الرئتين وممكن تسبب موت الإنسان القصبة الهوائية بتكون مبطنة من الداخل بأهداب الأهداب دي بتتحرك من أسفل لأعلى علشان لو الهواء في أتربة أو غبار أو أي ضقاء الغريبة بتطردها خارج القصبة الهوائية وكمان جدار القصبة الهوائية بيفرز مخاط بيرطب الهواء اللي داخل إلى الرئتين يبقى كده إيه هي الملعمة الوظيفية للقصبة الهوائية أول حاجة القصبة الهوائية بيحتوي جدارها على حلقات غضروفية علشان تخليها دايما مفتوحة تاني حاجة القصبة الهوائية بتكون مبطنة بأهداب بتتحرك من أسفل لأعلى لتعمل على تنقية الهواء من الأتربة والغبار وكمان جدار القصبة الهوائية بيفرز مخاط بيرطب الهواء اللي داخل إلى الرئتين وبيلتصك به الأتربة والغبار علشان يتم ترضه بواسطة الأهداب وفي نهاية القصبة الهوائية بتنقسم إلى شعبتين رئيسيتين علشان كل شعبة تدخل إلى كل رئة وكل شعبة بتتفرع داخل الرئة إلى أفرح صغيرة اسمها الشعبات الهوائية الشعبات الهوائية بتنتهي عند أكياس صغيرة اسمها الحويصلات الهوائية والحويصلات الهوائية دي هي اللي بيحصل فيها عملية تبادل الغزاة واسم الإنسان بيكون فيه رئتين رئة في اليمين ورئة في اليسار وكل الرئة بتحتوي على الشعب والشعبات الهوائية والحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية المحيطة بيها والرئة الوحدة بيكون فيها حوالي 600 مليون حويصلة هوائية علشان يزودوا من مساحة سطح عملية التبادل الغازي الحويصلات الهوائية علشان تقدر تقوم بوظيفتها على أكمل وجه لازم يكون فيها صفات معينة يعني مجموعة خصائص بتمكنها من القيام بوظيفتها فنقول عليها الملاءمة الوظيفية للحويصلات الهوائية أول حاجة عددها كبير جدا 600 مليون حويصلة هوائية في كل الرئة علشان تزود من مساحة سطح التبادل الغازي تاني حاجة جدارها بيكون رقيق علشان يسهل ويصرع من عملية التبادل الغازي تاني حاجة بتكون محاطة من الخارج بشبكة من الشعيرات الدموية واللي دورها هو إنها بتنقلها غاز ساني اكسيد الكربون وبتاخد منها غاز الاكسوجين رابع حاجة جدار الحويصلات الهوائية من الداخل بيكون مرتب ببخار الماء بخار الماء بيكون مهم لزوبان الاكسوجين وساني اكسيد الكربون علشان تتم عملية تبادل الغاز من هواء الحويصلات الهوائية والدم اللي يمحيط بيها في الشعيرات الدموية وده بيوضح لنا تفسير خروب بخار الماء أثناء عملية الزفير لأن الجهاز التنفسي زي ما بيخره الكهاز ساني اكسيد الكربون برضو ليه دور في إخراج الماء مع هواء الزفير بحيث إن الإنسان بيفقد يوميا حوالي نصف لتر يعني حوالي 500 سنتيمتر مكعب من الماء عن طريق الرئتين وده بيكون حوالي 5 كمية الماء اللي بيفقدها الإنسان في اليوم لأنه بيفقد حوالي 2.5 لتر مكعب يعني 2500 سنتيمتر مكعب من الماء يوميا فبتخرج 500 سنتيمتر مكعب من الماء عن طريق الرئتين في صورة بخار الماء اللي بيكون موجود على الجدار الداخلي للحوصلات الهوائية واللازم لزوبان الأكسوجين وساني اكسيد الكربون لإتمام عملية التبادل الغازي بين الحوصلات الهوائية والدم الموجود في الشعيرات الدموية وبكده نبخلصنا أعضاء الجهاز التنفسي ولكن عندنا أعضاء تانية بتشارك في عملية التنفس ومن الأعضاء دي عضلة الحجاب الحاجز والضلوع اللي بتكون موجودة في الكفص الصدري والعضلات الموجودة ما بين الضلوع الحجاب الحاجز هو عبارة عن عضلة كبيرة بتحجز أو بتحجب ما بين الصدر والبطن وبتعتبر عضلة تنفسية لأن أثناء عملية الشهيق بتنقبض علشان تكبر من حجم تجويف الصدر لدخول الهواء إلى الرئتين وبيحصل العكس أثناء عملية الزفير وكذلك برضو الدلوع والعضلات الموجودة ما بين الدلوع أثناء عملية الشهيق بتنقبض العضلات دي فتتحرك الدلوع للأمام وللجانبين علشان تزود من مساحة تجويف الصدر وأثناء الزفير بيحصل العكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر